ايضا هذا الاسبوع الحقيقي انا كنت حريص ان احنا يوم السبت وكان برفقة عدد من حضراتكم ان احنا نزور اربع مصانع من كبار المصانع الكبيرة اللي تبدأت في انتاجها اللي كانت موجودة وزودت انتاجها في قطاع الادوية ويمكن اتكلمنا على هذا الملف ووعدنا ان شاء الله ان قطاع الادوية هيشهد باذن الله انها الازمة اللي كانت موجودة بالخانقة في هذا الشأن وان شاء الله هتنتهي في خلال الاسابيع القليلة القادمة ولكن يمكن انا حابب اأكد على نقطة انا افرتها بنفسي اليوم مع السيد وزير الصحة التجارب اللي بتبقى بتحصل ان اي مريض بيروح لدكتور الدكتور بيكتب له في الروشيتة نوع معين من الادوية احيانا بيبقى هذا الدواء هو اللي بعينه ناقص وده بيبقى انتاج شركة بعينها بينما الدولة موجودة في نفس التوقيت خمس ست ادوية هي هي نفس الدواء بس بانتاج شركات اخرى وبالتالي المريض ابي يروح لصيدلية يتقال له الدواء ده مش موجود لكن بينما في نفس اللحظة الصيدلية نفسها فيها اربع وخمس ادوية اخرى نفس الدواء بالزبط بنفس التركيبة بس باسم تاني وانتاج شركة تاني فبالتالي انا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ان يتم التنصيق الفوري مع نقابة الاطباء ونقابة الصيدلة ان حتى كتابة الرشدة وده دول كتيرة جدا بتعملها ما بيبقاش باسم الدواء بعينه اللي بانتاج شركة معينة ولكن بيبقى بانتاج الاسم التحضيرة او التركيبة الطبية العلمية وبالتالي بيتقلق التركيبة بيروح للصيدلية بيتقلق عندنا الثلاثة ادوية دول اللي بيمسلوا هذه التركيبة وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ولمجرد ان هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة او باخرى بظروف معينة متأخرة في انتاجه بينما في نفس اللحظة في نفس الدواء موجود ولكن بمسمى اخر فدي الحقيقة انا طلبت من السيد نائب رئيس الوزراء ان احنا نتحرك بسرعة في هذا الموضوع وبالتعاون مع نقابة الاطباء ونقابة الصيدلاء علشان نصل الى تصور واضح وسريع علشان فعلا النهاردة عندنا لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء بيبقى بس من انتاج شركات تانية بينما ممكن يكون النقص من شركة محددة بعينها ولكن برضو ده بأكد على حضراتكم في جميع الاحوال احنا بنتابع بصورة اسبوعية موضوع ملف الدواء وان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم تنتهي الازمة بالكامل في خلال الفترة القادمة باذن الله